السلام عليكم في الحل مكسونيجا مزلو مانا في فيديو جهي في قناة من السلسلة لعبين رح ترتفع تعقاتهم من لعبة فيفا 18 فاتمانا قبل ما نبدأ تبدأ عمنا بزر لعبين تشترك بالقناة بانك تمشترك بالنسبة لحلقة إسناني فبإذن الله بكرة أو بعد بكرة بالكتير رح كون منزلها فخلينا نبدأ عنا من لعب الأول واللي هو انزونزي انزونزي موسم الماضي من أفضل لعبين صراحة بحبيلية محور خرافي تقدر تقول عليه فعندك تقييم الموسم الماضي 7.16 ليب 44 مباراة وشارك مباراة واحدة كبديل حوالي 4000 دقيقة لعب الموسم الماضي سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف عنده دقة تمرير 90.1 معدل تمريرات مفتاحية 0.7 ومتوسط تمريرات بالمباراة الواحدة 81.2 اللاعب يعني تقدر تقول انه دفاعي اكتر من كونه هجومي لانه كلاعب محور يعني بيكون عنده الدفاع افضل من الهجوم فلاعب يعني الموسم الماضي اللاعب يعني حوالي 4000 دقيقة عندك حصل على رجل مباراة مرتين أوتو فيفا 17 طبعا 82 اللاعب ما زال عمره 28 سنة وطوله 190 سنتيمتر فيعتبر لاعب طويل فبتوقع انه فيفا 18 رح يكون ريتنج عنده 84 صراحة نزونزي بيستاهل 84 يعني الاداء الخرافي هالموسم فبشوف انه 84 بيكون مناسب جدا فعندك الدفاع 83 الفيزيكا 87 الدرب 75 الباصات 78 الشوت 71 والسرعة 60 يعني السرعة تبطيئة شوي تقدر تقول لكنه محور خرافي يعني مشكلة المحاور هي السرعة لما بيكون محور يعني طويل بس بطيء فيعتبر شي سيء بالنسبة اللاعبين المحاور وهذا بالنسبة للعب الاول ننتقل على اللاعب اللي بادعنا واللي هو اندريا بيلوتي افضل لاعب في تورينو الموسم الماضي بنادي تورينو طبعا لاعب جدا خرافي الصراحة يعني اخيرا اجا هيك لعب ستي عند منتخب ايطاليا لانه يمكن ما شفنا من زمان لعب ستي عند منتخب ايطاليا ستي هل تقدر تقول انه خرافي في تقييمه الموسم الماضي 7.58 لعب ستة وثلاثين مباراة وشارك بمباريتين كبديل حوالي 3300 دقيقة لعبها سجل 28 هدف وصنع 8 معدل مراوغات يعتبر يعني تقدر تقول قليل نوعا ما فصفر فاصل تسعة عند ودقة تمرير خمسة وسبعين فاصل واحد معدل التزديد والمباراة الواحدة ثلاثة فاصل سبعة حصل على الرجل مباراة سبعة مرات تقود وفيفا 17 طبعا سبعة وسبعين ونزل له اوبجريد يمكن للثمانين فاللاعب لستعمره 23 سنة فيعتبر صغيره طوله 181 سنتيمتر فبتوقع ان فيفا 18 يكون رايتنج عنده 83 يستحق بلوتي 83 على هالأداء يعني الخرافي بهالموسم مع نادي تورينا يعني سجل 28 هدف يمكن الاول لعب يعني بيسجل زائد 25 هدف بالدوري الايطالي لنادي تورينا من ما بعرف كم سنة من اكتر من 30 سنة تقريبا فلاعب جدا خرافي الصراحة فبشوف ان الشوت اعلى طاقة تكون 83 سرعة 81 لدريبينج 80 والفيزيكال 77 بتكون طاقات جدا ممتازة بالنسبة لأندريا بلوتي وهذا بالنسبة لهذا اللاعب ننتقل على اللاعب اللي بعد عنه اللي هو فليب بلويس فليب بلويس من لعبين الخرافيين جدا هالموسم مع نادي اتلت كومدريت فتقييمه الموسم الماضي 7.52 لعب 48 مباراة حوالي 4200 دقيقة لعبة فعندك معدل تدخلات 3.8 يعتبر يعني معدل عالي بالنسبة للاعبين الاظهرة فمعدل قطع الكرة 1.5 ومعدل ابعاد الكرة ايضا 1.5 فعندك معدل اعتراض تزديد 0.3 يعتبر جيد جدا ايضا بالنسبة لعب ظهير حصل على الرجل المباراة 7 مرات بالرغم من انه لاعب ظهير بتخيل انه لاعب ظهير واخذ الرجل المباراة 7 مرات يعني في مهاجمين طول الموسم وما يجيب رجل المباراة 7 مرات فقطه فيفا 17 طبعا 85 لعب عمره 31 سنة يعني تقدر تقول كبير شوي او طول 183 سنتيمتر فبتوقع انه فيفا 18 رح يكون ريتنج عنده 87 يستهل فيليب بلويس 87 على هالاداء الخرافي الموسم تقريبا يعني يعني عامل 7 اسيستات ومسجل 3 اهداف لو عم نحكي عن طاقاته الهجومية فالمهم عندك السرعة 81 الدفاع 85 بساط 81 بس اللاعب عنده بصات جدا ممتازة ايضا نزعة نزعة هجومية يعني تعتبر جيدة جدا عندك دفاع 85 فيزيكا ل83 بتكون طاقات مناسبة جدا بالنسبة لفليب بلويس وهاد بالنسبة لهذا اللاعب ننتقل على اللاعب اللي بعد عنه اللي هو تريجي روس تريجي روس ايضا لعب جدا ممتاز مع نادي فيا ريال الموسم الماضي فتقييمه الموسم 7.4 لعب 42 مباراة وشارك مبارتين كبدير حوالي 3300 دقيقة لعبه سجل سبق اهداف وصنع هدفين دقة التمرير عنده 86.6 تعتبر جيدة جدا معدل التمريرات المفتاحية بالمباراة الواحدة فاصلة واحد ثلاثة واحد عفوا فاصلة ثلاثة المهم عندك فتوسط التمرير 51.3 بالمباراة الواحدة فعندك رجل مباراة اخذ خمس مرات وطاقته فيفا 17 طبعا 80 ويمكن نزله الواحد وثمانين او الاثنين وثمانين فلعب عمره 25 سنة وطوله 178 سنتيمتر فبتوقع انه فيفا 18 راح يكون عنده 83 صراحة اداء جدا ممتاز من اللاعب وبشوف انه يستاهل 83 احتمال يجي ك82 لكن مشوف انه 83 مناسب بالنسبة اللاعب اضرب اللباسات لاثنين 82 عندك 76 سراع 75 فزيكال 70 ودفاع 68 يعني اللاعب يعتبر جيد جدا عندك يعني عندك فزيكال يعتبر جيد الدفاع يعني صح انه مو هل ممتاز لكن يعني جيد نوعا ما تقدر تقول عنده سراع ايضا مقبولة بالنسبة اللاعب سي ام والشوت ايضا يعتبر جيد نوعا ما وهذا بالنسبة لهذا اللاعب ننتقل على اللاعب اللي بعد عنا واللي هو ايدنسون كافاني ايدنسون كافاني يعني افضل لعب في الدور الفرنسي الموسم الماضي اخر جائزة افضل لعب في الدور الفرنسي طبعا مباب باخد جائزة افضل لعب شاب فيلمهم عندك تقيم الموسم الماضي 7.40 لعب خمسين مباراة وشارك مبارتين كبديل حوالي 4100 دقي لعب الموسم الماضي سجل 49 هدف وصنع 6 احصائية جدا جدا خرافية بالنسبة لكافاني معدل مراوغات سيء جدا يعتبر 0.2 بالمباراة الوحدة في المهم عندك دقة تمرير 81.5 معدل تزديد 4.1 طبعا كيف بيحسبوا معدل تزديد فبيجيبوا عدد تزديداته على طول الموسم اه وبياسموه يعني على عدد المباراة فبيطلع معدل تزديد فعندك حصل على رجل مباراة تسع مرات واقوة وطبعا في فا سفا طهاش 85 ونزل له اوبغريد لل86 لعب ع امرة تلاتين سنة من كم يوم يعني صار امرة تلاتين سنة من حوالي الشهر يمكن ما اللي متأكد بالضبط فاللعب طوله مية واربعة وثمانين سنتيمتر فبتوقع انه فيفا تمنتعش راح يكون عنده تمانة وتمانين يستاهل كباني على الاداء الخرافي الموسم تمانة وتمانين فاكتبوا لي اراتكم تحت بالكومنتات هل تشوفون انه مناسب تمانة وتمانين ولا يستحق اعلى ولا اقل كل واحد وجهة نظره في المهم عندك شوت سبعة وتمانين لدربة اربعة وتمانين الفيزيكال اتنين وت سرعة ثمانين والبصات خمسة وسبعين بتكون طاقات جدا ممتازة لكن لو كان اسرع يعني بشوي كان ممكن يكون يعني خرافي بشكل اكبر لكن يعني بالرغم من هيك ما يزال كلاعب مهاجم جيد وخاصة بالدورة الفرنسي ما عندك المهاجمين الخرافيين الا يمكن كافاني ولا كزيت فهذا كان بالنسبة لهذا اللعب ننتقل على اللعب اللي بعد عنه اللي هو ديماركوس ديماركوس ايضا ضهير جدا ممتاز معنادي اتليتكو بالباو الموسم الماضي تقييم وستة فاصل خمسة وسبعين لاعب تسعة واشرين مبارا وشارك بتلت مباراة كبديل حوالي الفين وستمائة دقيقة لعب الموسم الماضي معدل تدخلات اتنين فاصل اتنين معدل اطعال كرة واحد فاصل اتنين ومعدل ابعاد واحد فاصل اتنين معدل اعتراض تزديد صفر فاصل اتنين ما حصل ابدا على لقب رجل مباراة فيفا سبتعاش طبعا واحد واتمانين لعب ما زال عمره اثمان وعشرين سنة وطوله مية وتمانين سنتيمتر فبتوقع انه فيفا تمنتعاش راح يكون عنده اتنين واتمانين صراحة بيكون ظهير جدا ممتاز يعني اولا عنده سراع هذا اهم شيء خاصة اللي بيلعب فيفا يعني بيعتمد بشكل كبير بشكل كبير على انه الظهير يكون عنده سراع عندك يعني دفاع ستة وسبعين الفيزيكال تسعة وسبعين ودريبل تسعة وسبعين باصات اربعة وسبعين طاقة تعتبر جيدة جدا بالنسبة اللعب يعني عندك الدريبل جيد الفيزيكال يعني جيد نوعا ما تقدر تقول دفاع صح انه مو هالمممتاز لكن ايضا جيد وفي عنده باصات تعتبر جيدة جدا ايضا بالنسبة اللعب ظهير وهذا كان بالن يومكا السينس يوم أفضل اللاعبين الصراحة للموسم الماضي اللاعبين خطوط الوسط بالرغم من انze كان هم ينزل بمباراة كتير كبديل فعند لازم تستاشر مباراة وشارك بتستاشر مباراة كبديل يعني حوالي تمانه وتلاتية مباراة لعب الموسم الماضي تقييمه ستة فاصل سبع وتمانين حوالي الفين دقيقة لعب الموسم الماضي سجل عشر اهداف وصنع اربعة بالرغم من انو كتير مباراة كان هم ينزل كبديل متل ما ان تش Э aspect Вид por 10 مباراة مرة واحدة وقوته فيفا سباة عشر طبعا واحد وثمانين. اللعب عمره واحد واشتين سنة يعتبر لسه شاب. او طوله مية وتمانين سنتيمتر. فبتوقع ان فيفا تمنطحش هيكون ريتنج عدد اربعة وثمانين. صراحة بيستاهل اسنسيو على الاداء الخرافي هالموسم. بالرغم من انه يعني غالبية الوقت كان عم ينزل كبديل. لكن اللعب له لمسة فنية اكتر من رائعة الصراحة. وبيستاهل اربعة وثمانين ريتنج. ادرب لباسات الاتنين اربعة وثمانين شوت سبعة وسبعين السرعة اثمانين. شوف انه طاقات مناسبة جدا. خاصة انه هاد الموسم اغلب وكان عم ينزل كبديل لو كان يمكن عم يلعب اساسي كان احتمال يجي خمسة وثمانين ريتنج او شي. كان يعني احتمال يبدع اكتر من هيك حتى لو كان عم يشارك بكل المباراة بشكل اساسي لكن خط وسط ريان مدريد مليان نجوم. اه بالنجوم يعني فشي طبيعي انه يعني يكون غالبية الوقت كلاعب بديل. فبشوف انه اربعة وثمانين ريتنج مناسب جدا وهذا بالنسبة لهذا اللعب. ننطقل على اللعب اللي بعد عنا ولي هو مايكل كين. مايكل كين الصراحة افضل من افضل المدافعين بالدوري الانجليزي الموسم الماضي. فعندك تقييمة الموسم نوضي سبعة فاصلة تلتعاش لعب تسعة وثلاثين مباراة حوالي تلتة الاف وخمسمائة دقيقة. معدل تدخلات صفر فاصلة معدل اطعال كرة واحد فاصلة امانية ما انه ما عليها التدخلات لكن معدل عطعال كرة عنده جدا خرافي معدل ابعاد يمكن اه يمكن اعلى واحد بمعدل ابعاد لغاية الان نقول بهاي السلسلة. عنده سبع فاصلة اربع معدل ابعاد بالمباراة الوحدة. يعني لو ضربت هاي سبعة فاصلة اربح بالتسعة وثلاثين مباراة اللي لعبن رح يطلب معك معدل يعني عدد ابعاد الكرة اه عدد كبير جدا رح يطلب معاك في المهم عندك معدل اتراض تزديدة واحد فاصل ثلاثة حصل على الرجل مبارم ارتين. اوتو فيفا سبطعش طبعا خمسة وسبعين. وطبعا من النسخة الخمسة وسبعين. ما نزل نزل للواحد وثمانين. يعني تخيل فرق ستة بالرايتنج. لعب ما زال عمره اربعة وشرين سنة وطوله مية واحد وتسعين. وكبرى الاندية الاوروبية يعني ترغب بضم اللاعب. فبشوف انه فيفا ١١١ سهل ريتنج اتنين وثمانين. الصراحة يعني ما بشوف انه يعني يستحق اعلى من هيك. لانه النادي بيرلين لها الموسم اول موسم له بالبريمير ليج. فشي طبيعي انه ما تلاقي هالاداء الخرافي من اللاعبين. لانه النادي على ارضه مقدم اداء خرافي لكن خارج ارضه اداء كارثي. يعني داخل ارضه على ملعب بيرلين بيقدي بشكل جدا خرافي لكن خارج ارضه للاسر. فبشوف انه يعني مناسب جدا ٨٢١ دفاع ٨٢١١٥٠ سرع ١١١. بتكون كطاقات يعني مناسبة جدا بالنسبة لمايكل كين. وهات بالنسبة لهذا اللاعب. طيب ننتقل على اللاعب اللي بعدها حبيبي واللي هو ليو ميسي. طبعا ليوني الميسي افضل لعب ببرشلونة الموسم الماضي. اداء خرافي يعني طول الموسم اداء جدا خرافي. يعني هو الصراحة اللي كان نجم ببرشلونة الاول ولولا لكانه يعني تعادل او خسره بعدة مباراة وكان ترتيبهم بالدورة حتى مون بالمركز الثاني احتمال يكون مركز رابع او بهذه الحدود. ايضا يعني ساهم بحصولها على كأس الملك طبعا يقدم اداء جدا خرافي. فعندك تقييم والموسم الماضي ٨٤٢. تقريبا هو تاني اعلى تقييم بالموسم الماضي بالدوريات الاوروبية كلها بعد نيمار. نيمار يعني هو الموقع بيعتي التقييم على حسب الاحصائيات يعني مو على حسب مثلا طريقة اللاعب ولا شي. فتقييم يعتبر جدا ممتاز بالنسبة لليونيل ميسي. لعب ٥٥ مباراة وشارك بمبارايتين كبديل. آآ سجل ٥٦ هدف من هال ٥٥ مباراة يعني عدد اهدافه اكتر من عدد مبارايته. شيء اسطوري. اعتبر بالنسبة لليونيل ميسي. آآ لعب حوالي ٤٦٠٠ دقيقة وصنع ادعشر هدف ايضا. فعندك معدل مراوغات ٣٦. يعني معدل مراوغات جدا خرافي. يعني لعب حوالي ٥٥ مباراة بالموسم. لو ضربتم بعدد المراوغات فرح يطلب معك عدد مراوغات جدا خرافي. فعندك دقة تمرير ٥٠. طبيعي انك ما تلاقي هالدقة التمرير الاسطورية. لانه ميسي غالبا يعني باصاته تكون داخل الى العمق يعني جواد منطقة الجزاء تلاقيها عند رجل المهاجم او عند راسه. صراحة باصات ميسي جدا جدا اسطورية. عندك معدل تزديد خمسة آآ بالمباراة الوحدة خمس تزديدات. فحصل على رجل مباراة ٢٣٠ مرة من هالآ من هال خمسة وخمسين مباراة للعبة. يعني حوالي نص المباريات. فعندك اوتو فيفا ١٧ طبعا ٣٣ واللعب عمره ٢٩ سنة ورح يصير عمره ٣ سنة يمكن بهاليومين. فلعب طوله ١٧٠ سنتيمتر. فبتوقع انه فيفا ١١ رح يكون عنده ١٤ صراحة يستاهل ليون للميسي ١٤. آآ اداء خرافي اداء ثابت طول الموسم. يعني يعني لو لميسي صراحة برشل هنا اداء كارث في هالموسم. آآ باخر موسم طبعا للويس انريك. فأربعة وتسعين بيكون مناسب جدا السراع واحد وتسعين. احتمال كبير انها تكون تسعين. انا يعني بشوف انه من نجهة نظري واحد وتسعين لعب عليه انطلاقات خرافية. يعني لو شفت سراعته صراحة يعني انه بشوف انه مناسب جدا اربعة واحد وتسعين. فالدريب لينك ستة وتسعين. الشوت تسعين. الباصات سبعة وتمانين بتكون يعني بطاقة جدا خرافية. احتمال انه لاعب يعني يعتبر ضعيف جسمانيا لكن اداءه بالملعب جدا خرافي. فبتوقع انه اربعة وتسعين بيكون مناسب جدا. وهذا كان بالنسبة لهي الحلقة من سلسلة لعبين رح ترتفع طاقتهم لعبة فيفا ١١. فباش شباب ايك نكون صلى نهاية الفيديو. اتمنى فيديو اعجبكم. في عندكم اربع حلقات يعني ماضية من هاي السلسلة. فظاهرين عندكم على الشاشة. فاتمنى تشاهدوهم وتعطونا رأيكم بالكومنتات. وطبعا بالنسبة الحلقة تأسلني. فمثل ما قلت ان شاء الله رح نزلها بكرة او بعد بكرة بالكتير. فبس هذا كان عندي اليوم. اشتركوا ان اخر فيديو جاية. في امان الله.